شهر حمد في هذا التقرير كابتن صالح أول لاعب كرة يصل إلى كرسي رئاسة النادي الأهلي ومنذ العام 80 وأطفى صالح سليم على لاعب الكرة هذه القيمة الإدارية الخاصة جدا لكن إيه مكونات صالح سليم؟ يعني لماذا وصل إلى هذه المكانة العالية؟ صالح سليم كان متطرفا في النموذجية في النموذجية؟ نعم متطرفا في النموذجية إلى درجة أننا اضطريت في يوم أسأله هو أنت دي كده إزاي كده يعني فقال لي أنا تعودت أتحمل المسئولية يعني أبوي عمره معنفني ولا عمره هددني حتى بال لا هو كان بيسيبني حتى لو بغلط ويرقبني من بعيد فأتحمل مسئولية فتعوت أن أتحمل مسئولية ما أفعل وبناء عليه لابد أن أفكر في ما أفعل لكن لا أخاف من شيء فأنا قلت له أنت متطرف في النموذجية وده كان على فكرة في أول حوار لي أنا أسألك عن قصة العلاقة وكيف بدأت لكن أنا أتكلم على مكونات هذا النموذج يعني أنت أشرت أن الأهلي المعادل الموضوعي للحق والخير والجمال السلاسية بتاعت صالح إيه؟ الصدق الصدق والاحترام ثم الصدق والاحترام هو صادق محترم صادق طبعا ما هو محترم لأنه هو يحترم الناس جميعا هو رجل يحترم الناس لأنه عارف أنه احترامه للناس اللي بيكتسب منه هو الاحترام وهو بيحترم الناس جميعا طبعا كان فيه أساطير على أنه الديكتاتور وكذا وطبعا أثبتت الأيام عكس الكلام ده كله أعتقد على حتة الاحترام كان لك ملاحظة معها مهمة أذكرها في مسألة أنه لما بيدخل النادي ما بيسلمش على حد والناس تراه متكبرة وفسرها لك تفسير تاني خالص هي دي حكاية الحوار الأول اللي من بعده بدأت علاقة خاصة بين شخص المايستر والصالح السليم وبيني واستمرت طب هي العلاقة بدأت إزاي؟ العلاقة أنا كنت أنت محرر شون خارجية نعم في أخبار اليوم صحيح يعني بعيدا عن ملعب الرياضة خالص صحيح يعني كيف اكتزمتك الكورة؟ لا أنا الكورة حب للأهلي من زمان قوي دي السنرة اللي جابتك الكابتن عبد المجيد نعمان وعلى فكرة أنا سعيد أنه اليوم أربط ما بين الكابتن عبد المجيد نعمان الله يرحمت الله لأنه كان نموذج آخر شيخ نموذجية شيخ الاحترام صحيح عبد المجيد نعمان لم يكن يدخل عليه أحد مكتبه إلا يقف صحيح لو دخل عليه واحد مش من جديدة أخبار اليوم لا يمكن يقبل إلا أنه هو وصل لغاية باب الأسنسير عمري ما شفت الكابتن عبد المجيد نعمان مطلقا مفاعل إلا لو تعلق الأمر بشيء يقلل من قيمة النادي الأهلي بس هو ده اللي خليها مفاعل وليها قصص والكابتن نعمان كان هو سبب دخولي إلى مجلة الأهلي أما عارف أولا أني أهلاوي وبعدين بدأ التعاون بأن أنا بتكلم في السياسة الخارجية والشؤون الخارجية فبقول له أن الخبر ده مهم في الرياضة الخارجية وده الخبر ده وكذا فقال لي تم تيجي تحطي إيدك معنا وكان لسه هو متولي مسئولية رئاس التحرير مجلة الأهلي وشيئا فشيئا أحملني المسئولية في إدارة التحرير كاملة بتاعت إدارة التحرير بعد السنوات طبعا لأنه كانت كل شيء عنده له أسس مش كده يعني صحيح اشتركوا في القناة